الوسيلتين اللي لازم تكون فيما تكونش فيهم السرعة وهي شاحنات نقل البضائع زائد الحافلات نقل الأشخاص يعني هذو هما الوسيلتين الأخطر في السرعة برغم أن السرعة في كل الميادين خطيرة في كل الميادين وفي كل المركبات لكن خاصة في المركبة يعني شاحنات ذات الوزن الثقيل والنقل العمومي للأشخاص إذا تكلمنا عن شاحنات الوزن الثقيل كل ما يزيد السرعة نحن نعرفه بالوزن يزيد يدخلوا في التسارع والوزن يتضاعف يعني السائق هنا سائق هنا تكرت عدة مرات وقلت السائق المحترف أنا في الحصص الماضية ما قلتش سائق المحترف على أنه محترف في عرفي صوق بالعكس أنا كنت نقصد فيها على أنه أساس حرفته هي السياقة لكن باش نوصلوا إلى الاحترافية ما زال ما زالنا بعد بزاف بزاف باش نوصلوا إلى الاحترافية نقول لك لماذا لأن الاحترافية ماذا تعني؟ احترافية في سياقة الشاحنات إذا كانت الشاحنة ديالو تطلب منه مايفوت ستين كيلومتر في الساعة أسكي هذا الشوفير يقدر يمشي نهار كامل ستين كيلومتر في الساعة هنا إذا قدر يمشي فيها نقول له محترف لكن إذا ما قدرش يصبر على ستين كيلومتر في الساعة واللي الشاحنة والحمولة تفرض عليها هذاك الوزن مثلا فوق الفنسيطان فوق الفنسيطان إلى ترنة طان